السلام عليكم وكان حيان فيها ذاك الوقت عمره تقريبا 16 إلى 17 سنة ووحيد الأمه وأبوه ما عندهم غير هالولد وكذلك هالولد هذا جايهم بعد عطاش بعد سنين طويلة وتعبوا عليه وربوه وأبو حيان كان رجال يعتبر من أثرياء هالقرية اللي عايشين فيها عنده ثلاث أربع مزارع وعنده بيت يعني نقدر نقول أنه عبارة عن فيلة وجماعة عايشين بأمان واطمئنان وما عندهم مشاكل أبدا والسؤالة في هذه تقريبا نهاية التسعينيات بداية الألفين المهم توفي والديه رحمة الله عليهم وظل حيان عايش وحيد فيها المنزل ويقوم يأخذوا واحد من خواله لأنه حيان يعني فيه سن مراهقة وما يصير يظل الحاله يعني احتواه واحد من خواله لأنه كذلك أبو حيان رجال وحيد لأمه وأبوه ما عنده عمام يعني حيان المهم جابوا خاله لعنده طول بالك أولدي ويصير وما يصير وهذا حيان حزين على وفاة أمه وأبوه ويحاول الخال ومرت الخال وولاد خاله يطالعونه على هالمزارع على السوق سوق المدينة من هناك يحاولون ينسونه الفاجعة الكبيرة اللي أحصلت معاه بعد فترة من الزمن وسبحان الله طبعا الإنسان يعني ينسى إلا أن حيان كان دائما يشوف أمه وأبوه بين عيونه ولا ممكن أنه ينسى صورهم توهم متوفين واثنين وصواب شبير المهم بعد فترة من الزمن حيان كان فيها ذاك الوقت امترك المدرسة طالع من المدرسة وكان يساعد أبوه في إدارة هالأراضي وهالمزارع وبدأ حيان شوي شوي يرجع إلى حياته الطبيعية لكن خاله هذا ما كان يخليه يروح يبات في المنزل الحاله يروح مثلا يشرف على هالمنزل يشرف على العمال اللي يشتغلون في هالمزارع لأنه المزارع هذه كانت مزروعة بالأشجار أو بالخضروات والحي أبقى من الميت مثل ما تعرفون وحيان كان ولد شاطر في إدارة هالمزارع لأنه كان مرافق أبوه على طول وين ما يروح وين ما يجي في تسويق البضاعة في قطاف المحاصيل الإشراف على العمال وشاب كان يتمتع بأخلاق عالية المهم ما لكم بالطويلة راحة الأيام وجدت الأيام ومرت الأشهر كبر حيان قدر يتعدى الأزمة اللي مرت عليه الفاجعة وفاة أمه وأبوه وصار يمارس حياته بشكل طبيعي وكان الولد هذا قبل لا يتوفى أبوه ويحاول يطرح على أبوه بعض الأفكار الحديثة التطور في الزراعة زراعة بعض الأشجار اللي غير موجودة فيها القرية لكن أبوه حيان رحمة الله عليه كان يعارض الفكرة هذه ومصمم الرجال على زراعة بعض أنواع معينة منها الأشجار إلا أن حيان الآن صار هو حر والتصرف فيها الأملاكة هذه ويقوم يجيب منها الأشجار وصار يعني يجيب شبكة التنقيط وعنده فلوس وخيرات من الله عز وجل ما يعلم فيها إلا الله بدت المزارع تعطي إنتاج أكثر الفلوس صار يلعب فيها لعب من البداية عنده فلوس لكن الآن زادت الدبل والله فتح على حيان الأبواب أبواب الرزق من أوسع والرجال كان رضي والدين صار حيان في تقريبا إلى 22 سنة حيان كان يحب فتاة من فتياتها القرية اسمها سارة سارة هذه قد ما هي جميلة كل شباب القرية يتمنون أنه سارة تكون زوجة لهم ويحاولون منهيين ابن هناك الخطاب وكل يوم والثاني يدقون الباب على أبو سارة والبنت كانت ترفض كل الخطابين اللي يتقدموا لها وتحب حيان حب لا صار ولا جرى علاقة حب بينهم عجيبة غريبة لكن على المخفي ما هي ظاهرة هذه العلاقة والشاب حيان عنده كل المؤهلات اللي تتمنها كل امرأة على وجه الأرض شاب أخلاق وفلوس ومن عائلة معروفة نصر طيب شاب ما عنده مشاكل مزارع فيلة ما ينقصوا شيء وتلاقي حيان ما شاء الله تبارك الله مثل مكوك الحايك ما يهدي من مزرعة إلى مزرعة وكل سكان القرية يسولفونه بأخلاق حيان إلى درجة أنه حيان صار معيار الشباب القرية اللي من جيله واللي أصغر منه وتلاقي الرجال اللي عنده ولد هامل ولد عنده حركات ما هو ملتزم بعمله نايم للظهر يعيرونه بحيان يقول له بعد عيني صاير حيان حيان ما شاء الله تبارك الله داير مجموعة من المزارع والعمال اللي داخل واللي رايح وهالسيارات تنقل هالمحاصيل وما شاء الله تقولي شايب عمره سبعين سنة لا يزعلون علينا جماعة السبعين المهم بعد فترة من الزمن صارت سارة تنق على حيان ها يا حيان عيمة ودنا نتزوج عيمة كذا طولي بالش على اليوم على بكرة حيان كانت علاقته مع سارة عبارة عن اتصالات ورسائل ايامها بداية انتشار التلفونات الخلوي في سوريا الكلام هذا طبعا في بداية الالفينات اصبحنا احنا في بداية الالفينات الفين واثنين الفين وثلاث الخلويات المنتشرة بشكل محدود وخصوصا في القرى لكن حيان كان عنده تلفون وجاب تلفون الحبيب يتقلبه سارة ويتصل عليها وتتصل عليها والعلاقة كل ما حالها تقوى وسارة تنسك حيان على هالتلفون ويا حيان اليوم جانا فلان وامس جانا فلان والخطابين كثرة وأهلي صاروا يضغطون علي واي ما تتزوجني واي ما تتخطبني على اليوم وبكرة وبعد بكرة وحيان كان يحاول يختبر سارة اكثر من مرة وودوا يعرف هل انه سارة تحبه حب حقيقي ولا البنت داخله على طمع لانه عائلة سارة سارة طبعا عايشة هي وأختها الأصغر منها وأمها وأبوها سارة عائلتها الأحوال المادية تعبانة يعني على قد الحال جماعة مستورين أبوها عنده قطعة أرض أيام تصير أيام ما تصير جماعة مستورين فلذلك حيان كان ما هو متأكد من علاقته مع البنت هذه يحاول أكثر من مرة مثلا يعرض عليها فلوس يعرض عليها شغلات في النهاية البنت كانت تتمنى عنه ليش وما في داعي لهالمصاريف يا حيان والحب اللي بيناتنا المهم حيان تأكد في النهاية أنه سارة تحبه وما هي رايدته على الفلوس اللي عنده وهالأراضي اللي عنده في النهاية قرر حيان أنه يخطب البنت ويروح ذاك اليوم هو وخاله وعدد من وجهاء هالقرية السلام عليكم وعليكم السلام خطبوا البنت سارة على سنة الله ورسوله وينتشر الخبر في القرية ويا بنت قولي لمتك حيان خطب سارة وتم تحديد موعد الزواج بعد حوالي شهر زمان على بينما العروسة اتجهز نفسها وتفصل بعض الثياب ويجهزون جهاز الفرش واللحف وهذا الجهاز المعتمد في القرى أو الريف السوري وبعض الأحياء في المدينة أنه لازم العروس اتجهز خمس فرش مع خمس لحف مع عشر مخاد مع يعني تفاصيل هذه شوية دقيقة ولازم تطلع هذه مع العروس ويتم الاتفاق على الجهاز هذا بين أهل العريس وأهل العروس إما الجهاز يكون على العروس ولا العريس المهم خلال شهر زمان كانت الفرش واللحف والجهاز والإثياب والمكياج والأمور جاهزة من أحسنه أو سارة دعمها حيان بالفلوس وبدل ما تسوي خمس فرش سوت سبعة وطبعا الفرش واللحف هذه يسوونها من الصوف صوف الغنم الطبيعي وتكون مكلفة شوي إذا العائلة أمورها المادية تعبانة الإجهاز هذا ما هو سهل فرش ومخدات ولحف وحرامات وسجادة وحصي وتوابع إلا أول ما لها آخر المهم خلال هذا الشهر كانت الأمور جاهزة على الأربعة وعشرين ويقوم هذاك اليوم حيان يساوي حفلة لا صارت ولا تصورت السارة حفلة فيها القرية وجابها الفنانين والدبكة شغالة للصبح المهم تزوج هذاك اليوم حيان من سارة وكانوا أسعد إنسانين على وجه المعمورة وقضوا هذه الليلة فيها الفيلة وفي صباح اليوم الثاني كان حيان مجهز السيارة وينطلق هو إياها على طرطوس على الساحل السوري ويقضوا لهم أسبوع زمان في محافظة طرطوس في أفخم الشاليهات وكذلك بعد الأسبوع هذا يروحون على محافظة اللاذقية كذلك على البحر وقضوا لهم شهر عسل ما بين اللاذقية وطرطوس وكسب وبلودان ودمشق والمناطق الجميلة هذه على الساحل السوري في جبال السورية شهر كان من العمر بالنسبة لسارة سارة أول مرة تشوف هالمناظر يعني ما هي رايحة قبل على البحر على أسلمفة على كسب المناظر الطبيعية الخلابة هذه المهم رجع وهذاك اليوم وسارة ما هي حازدة مرة الوزير ورجع حيان على عمله في هالمزارع وفي هالأراضي يقعد الرجال من الصبح معاه شقة الضو فيه عمال فيه ورش تجي اللي تقطف الزيتون اللي تزرع اللي تفلح اللي تشيل اللي تحط اللي تنزل بضاعة على السوق والرجال يرجع تالي النهار متكسر يتكسر وطبعا لما يجي على هالبيت السيارة أو بكاج السيارة مليان أغراض وسارة لما توصيها على غرض يجي بالها بدال الغرض اثنين ويعامل هالبنت أحسن معاملة ومعايشها قول وفعل وكأنها ملكة البنت عايشة حياة تحلم فيها أي امرأة ما ينقصها شيء بمجرد أنها تحرك لسانها كل شيء حضر المهم ما لكم بالطويلة راحة الأيام وجهت الأيام مرت أول سنة ما حصل حمل قالوا يعني تونى عرسان جدد العمر قدامنا لساعتنا الشباب صار فيها ذاك الوقت في بداية العشرينيات وحيان 23-24 سنة العمر قدامهم وقالوا يعني ما صارت السنة هذه تصير السنة الجاية مرت السنة الثانية كذلك ما حصل حمل وصاروا يروحون على الأطباء من هناك الأطباء قالوا يعني ما عندكم مشاكل ما عندكم أي مشكلة بالنسبة للحمل يبقى الأمر هذا بيد الله عز وجل وحيان لاحظ على سارة أنها ما هي مدققة على موضوعها الخلفة يعني ما هو يعني ما خذ حيز من تفكيرها وأنها يعني كانه الأمر طبيعي يعني بعكس النساء أول ما تتزوج تحب أنها تنجب وخصوصا في القرى والريف لأنه المرأة خلاص يعني تزوجت وفي النهاية راح تستقر وفي الاعتقاد أنه الأبناء لا جو يزودون التمسك بين المرأة والرجل أنه خلاص يعني صير الرابطة أقوى ما يعود يفكر الرجل أنه مثلا يتزوج عليها لكن حيان كان يلاحظ أنه البنت يعني غير مبالية في هذا الأمر أن حصل حمل ولا ما حصل وهو اللي كان يأخذها على الأطباء والبنت لما كان يجي بالها سيرت أنه بكرة مذكور لدكتور أو طبيب أو طبيبة نسائية في إحدى المدن أو المحافظات خلينا نروح عليها البنت تقول له ليش مستعجل يعني الأيام قدامنا كانت تحاول سارة بشتى الوسائل إنها ما تروح على الأطباء وقالت له خلاص يعني وروحنا على طبيب واثنين وثلاث ما هم سوينها سالفة كل يوم والثاني معنا شغلة وعملة غير دايرين على هالأطباء التفت المزارعك والتفت الشغلك يحيان والخلفة هذه لاحقين عليها طول بالك علينا فترة من الزمن ما صارت السنة تصير السنة الجاية ما صارت الجاية تصير اللي بعدها أنا توني صبية ليش خايف لكن سارة في نفس الوقت كانت الدل الحيان دلال ماهو طبيعي البنت معيشته عيشة هنية لقمة هنية البيت نظيف راحت البيت عطور البنت ما شاء الله تبارك الله كل يوم لما يجي نهاية هالشغل وكأنها عروس مزفوفة الآن وعاشوا حياتهم فترة من الزمن على هالحال سنة سنتين ثلاث سنوات بعدين صارت سارة تنق على حيان أو يا حيان وصراحة يعني شوفت عينك وأنت رجال ما شاء الله الله معطيك وكافيك وأريد يعني أنا أضمن حياتي بعد طول عمر يا حيان ويعني ليش ما تسجلي البيت باسمي قال ليش أسجليك البيت باسمك يعني أنا شنو منقص عليك وكاتب لك مأخر يعني ليش تسول فينا السوالة في هذه يا سارة قالت مو مشانشي لكن الدنيا ما تعرف يا حيان صارت كل يوم ما عندها سالفة وعملة غير حيان سجلي قطعة عرض سجلي البيت من باب والضمان ما تدري الدنيا شنو مخبيت لنا يا حيان حيان طبعا خلال هالفترة تعلق بسارة تعلق ماه طبيعي صار يشوف الدنيا بعيون سارة قد ما نقت عليه وكاتب أقال لك يعني أنا وياها عايشين حالحياء وليش ما أسجلي لها البيت يعني ما عندي مشكلة خير الله واجد وأنا وياها واحد وثق فيها ثقة عمياء وثقة زايدة ويقوم هذاك اليوم ينزل هو إياها على الطابو ويسجل لها البيت اللي هو الفيلة اللي ساكنين فيها باسمها جزاك الله خير ويا حبيب وشوفت مع أحلاك والآن يعني اللي يصير عليك يصير علي وانت زوجي وان شاء الله راح تصير أبو أبنائي وبناتي وولا لعب بيلك هالبيت هذا وهالفيلة وولاد وبنات طول بالك علينا شوي بس الله كريم يرزقنا المهم الآن أصبح البيت باسم سارة بعد فترة منزما سارة قالت إيش رايك يا حيان تسجلي هالمزرعة الفلانية هذه تطلع لها تقريبا عشرة إلى خمسة عش دنم مزروعة أشجار مثمرة وزيتون وقالها يعني يا سارة تونم سجلي لكي البيت ما صار إنه كم شهر على ما عليش وكذا وصارت تساوي له حركات وسوالف وكأنه أصبح حيان مسحور ويقوم يسجلي له قطعة الأرض والمعاملة كل ما حالها تصير أحسن معاملة سارة الحيان والبنت سيطرت على حيان وعلى مشاعره وعلى قلبه بشكل ماه طبيعي تقول له اللبن أسود يقولها أسود الولد ما عنده شك فيها ما عنده يعني ما شاف عليها شي لكن بعد فترة من الزمن تبدلت الأحوال 180 درجة بدأ حيان يشعر نظرات سكان القرية على حيان نظرات ما هي مضبوطة صار يسمع بعض أطراف الحديث الحديث اللي صار يسمعه حيان أنه فيه سوالف على زوجته سارة والسوالف اللي صار يسمعها حيان فيها ريحة خيانة خيانة زوجية أنه والله ترى زوجة حيان هذا حيان هو يطلع من الصبح على أشغاله وعلى أعماله وعلى هالمزارع والمزارع صار بعيدة عن القرية وما يدري شنو يصير وراء هذا فيه شاب متعرف عليه سارة أو تعرفه قبل لا تتزوج من حيان هذا شاب اسمه سالم سالم واحد من سكان هالقرية شاب عوانطجي ايد من وراء وإيد من قدام ومسيطر على عقل سارة وصار بعد ما تزوجت يلفي عليها بحجة أنه عندها بعض الأشغال بعض الأعمال يزرعون بعض المزروعات حوالي هالفيلة وكان هذا الشاب على أساس يجي يشتغل كاجنيناتي عندهم في المزرعة في الفيلة على أساس أنه يهتم بهالورود وهالأشجار وهالحديقة الجميلة حوالي الفيلة وأثاري سارة وسالم عايشين حياتهم وسالم يا غافل لك الله على هدايا وسجل البيت باسمها وسجل مزرعة مزرعتين باسمها وهذا ما هو عرفان شنو اللي قاعد يصير صار يسمع السوالف من هين من هناك والظاهر سارة طلعت ريحتها في القرية والناس صارت تسولف فيها أو يا بنت قولي لمتش سارة قاعدة أدخون حيان وحيان لما صار يسمع السوالف هذه من أشخاص يعني ما لهم مصلحة أنهم يخربون حياته ما لهم مصلحة أنهم يعني فيها الخراب هذا فيه خراب البيت أنهم يخوضون فيه أعراض الناس لكن هذا سالم صاروا يشوفونه يعني بعض الأشخاص من سكان هالقرية هو وسارة فيه أوضاع مخلة وفيه حديقة المنزل وطبعا حيان لما صار يسمع بالسوالف هذه صار يسترجع أنه يعني ليش ما نشغل إلا سالم هذا فيه لجنينة حاول يجيب أكثر من واحد تقول له لا هذا سالم شاب محترف في تنظيم الورود وتضبيط هالحديقة هذي ولا ما أودنا غير ولايش لحد نجيب غير والمهم تعب حيان هذاك اليوم ووصل يعني خلاص قال لك يا روح ما بعدش روح المهم هذاك اليوم وتحصل مشكلة صغيرة بينه وبين أحد شباب هالقرية مشكلة بسيطة خلاف بسيط على أمر بسيط ويقوم هذا الشاب يقول له مساوي حالك رجال روح ضب مرتك اللي سيرتها على كل لسان في القرية يلي ما تستحي حيان هو اسمع هالكلام ويركب السيارة ويطير على البيت على الفيلة اللي قاعدة فيها ست سارة أول ما وصل على المطبخ بدون لا سلام ولا كلام أو يسحب أكبر سكين في المطبخ ويجي على سارة أو يذبحها من الوريد إلى الوريد بدون سؤال وجواب ويركب سيارته ويروح على أقرب ما خفر في إحدى القرى المجاور السلام عليكم وعليكم السلام شافوا حيان وضعوا ماهو مضبوط وعليه بعض آثار الدماء قالوا لهم أنا جاي أسلم نفسي وأنا قتلت زوجتي يخرب بيتك شوان قتلت زوجتي قالهم والله سالف كذا وكذا وكذا وأنا قتلتها وغسلت عاري وجريمة شرف يعني المهم رجال الأمن ألقوا القبض على حيان طبعا هو جاي مسلم نفسه لكن كلب جوه وركبوا معهم فيها السيارة وتصلوا على البحث الجنائي والطب الشرعي وقامت الدنيا وما قعدت وجوه على الفيل فعلا لقوا سارة رقبتها الشبه إنها مقطوعة أجهز عليها وتدم معب المكان تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وأداة الجريمة وبدأ التحقيق فيها القضية القضية شبه من تهية القاتل والمقتول مبينين ومعروفين وخصوصا إنه حيان معترف وهو بكامل قواء العقلية والجريمة مبينة يعني واضحة وضوح الشمس فيه النهار لكن رجال الأمن قالوا الحيان يا حيان يعني شنو اللي يثبت إنه زوجتك يعني قاعدة تخونك قالوا لهم جيبه وفلان 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 منها القرية عدد لهم عدة أشخاص واسألوهم هم اللي شافوا وهذا سالم مع زوجتي سالم طبعا بحثوا عليه رجال الأمن في كل مكان ما عثروا عليه أبدا فص ملحو ذاب المهم رجال الأمن جابوا الأشخاص اللي ذكرهم حيان واستجوبوهم وفعلا قالوا نعم إحنا شفنا الولد والبنت في أوضاع مخلة لكن إحنا نصحنا سالم بأنه يعني يطلق هالبنت ويا دار ما دخلت شر وما كانوا متوقعين أنه حيان يرتكب هالجريمة الفضيعة لأنه حيان شاب عاقل ومتزن ومحترم المهم تم تقديم حيان للمحاكمة ويحكمون عليه في البداية بالسجن لمدة ست سنوات بتهمت أنه هذه جريمة شرف وبشهادة الشهود اللي شايفين البنت والولد بأوضاع معينة تم الحكم بالست سنوات لكن أهل سارة استأنفوا الحكم وحطوا محامي شاطر والمحامي هذا استأنف الحكم وعلى جلسات ومحاكمات وروحات وجيات ويرجعون في محكمة الاستئناف يحكمون على حيان بالسجن لمدة عشر سنوات ويحطون حيان في السجن حيان أصبح إنسان كئيب حزين في حالة نفسية سيئة جدا بسبب اللي يوصله وصار يتذكر إنه شلون معقولة أنا غبي لهالدرجة سجلت الفيلة ومزرعتين ثلاثة باسم سارة شلون يعني البنت كانت تضحك علي ما كان مبين عليها شي ما كان مبين عليها السوالف واللي أثبت الموضوع زيادة إنه سالم هذا اختفى ما عاد لوجود أبدا المهم قعد حيان فيها السجن ومرت سنة اثنين ثلاث خمسة عشر سنوات خلص المحكومية حيان وطلع من السجن أول ما طلع من السجن ويجي على البيت الفيلة واللي الفيلة هذه قاعدين فيها أهل سارة أمها وأبوها وأختها أخت سارة كانت فيها ذاك الوقت مخطوبة جديد واللي خطيب سارة هذا طالع من الفيلة السلام عليكم وعليكم السلام خير شنو قاعد تسوي ببيتي قالوا أي بيتك هذا بيت أبو سارة ويقوم حيان يروح على بيت خاله ويروح هو وخاله على مختار القرية خير يا جماعة شنو الموضوع شفوا الجماعة قاعدين ببيتي قالوا يا حيان انت مسجل البيت باسم زوجتك اللي قتلتها ومه بس هذا انت مسجل يعني نصف أو أكثر من نصف ما تملك باسم سارة والبيت هذا يعني أبوها وأمها ورثوا ويمسكوا خاله والمختار هذاك اليوم وقالوا دير بالك يا حيان تتهور وترتكب حماقة البنت وقتلتها وقضيت محكوميتك لكن الآن احنا ننصحك يا حيان لا تقعد فيها القرية ترى قرايب سارة وأبوها ما رح يتركونك وطبعا الجماعة أهل سارة ما صدقوا والرواية هذه رواية أهل القرية وأنه بنتنا شريفة وعفيفة وهذا قتلها تجني وتبلي وقالوا ترى جماعة متحل فيلك ايه ما تمامسكوك ترى ما تعرف شنو اللي يصير يا قاتل يا مقتول يا جماعة أملاكي مزارعي مدري شنو المهم ويقوم يروح حيان يرفع قضية قضية حصر إرث وفي البداية صارت الناس تسلف قالوا والقاتل ما يورث حتى لو كان يعني في درجة قرابة حتى يعني ما يورث من المقتول قال هذه زوجتي وأنا يعني أنا أورث اللي تملكه قالوا أنت قاتل والقاتل لا يرث المهم ما لكم بالطويلة بعد ما رفع قضية حصر الإرث وروحات وجيات والقضية خذت وقت قدر حيان أنه يرجع جزء من الأملاك اللي كان مسجلها باسم زوجته سارة اللي قتلها بعد ما أظهر المستندات والأوراق أنه هو فعلا كان يملك الأراضي هذه وعلى حسب فقرات القانون اللي تنص على هذا الأمر ما عندي إطلاع زيادة عن هاي الأمور المهم في النهاية قدر حيان يحصل الفيلا ووحدة من المزارع وبقت وحدة من المزارع ورثها أبو سارة وأم سارة وأختها وسكان القرية اللي يعزون حيان ويعرفونه أنه رجال ما عندوا منها السوالف ما عندوا مشاكل وارتكبها جريمة جريمة الشرف انصحوا حيان أنه يا حيان ما لك يقعد فيها القرية وأبو سارة ما رح يتركك بحالك لأنه حصلت عدة مشاكل خلال هالفترة خلال فترة رفع القضية حصر الأرض وأبو سارة يهدد وقرى يبهى منهين وحصلت عدة مشاكل قالوا له يا ولد أنت شو بدك بس والف بيع الفيل لهذه وبيعها الأرض وأكسب روحك وروح يشتري في مدينة ثانية في قرية ثانية يا أخي ابعد عنه شر وغني له حيان بعد فترة شاف أنه الأمر يعني لابد ولا غنى وصار يتعرض لمضايقات ويقوم يعرض الفيلة والمزارع اللي عنده للبيع لكن هذا الأمر يطلب وقت ما هي مثل ما تقول كيلو بندورة ولا كيلو خيار تبيعه بين ساعة ولا ثانية فيلا هذه وعدة مزارع وتحتاج فلوس وأشخاص مقتدرين قال أنا عرضت الفيلة والمزارع للبيع وودي أستنى لفترة منزما حد ما ينباعا وخلاص وودي أترك القرية هذه كلياتها وفعلا قعد حيان ينتظر على اليوم وبكرة ويجو الناس على الفيلة على هالمزارع هذا يدفع سعر وهذا يدفع سعر والأسعار كانت يعني ما هي بالأسعار المطلوبة أو ينتظر حيان يقول لك ما ينبعت اليوم تنباع بكرة وتمر الأيام وفي ليلة شتوية باردة في وقت متأخر من الليل ويسمع سكان هالقرية إطلاق نار سمعوا صوت طلقتين طلعوا السكان القريبين من صوت إطلاق النار على الشارع ويشوفون حيان متمدد على هالأرض وغارق في دماء والدنيا نازلة شتاء خفيف وهذا حيان متمدد بهالأرض وينزف منها الدم أو يفزع سكان هالقرية على مكان الحادث سكان القرية كلها نايمة انتشر الخبر يا بنت قولي لمتش حيان قتل حيان كان فيه تالي روح أسعف وأحد سكان القرية بسيارته الخاصة على أحد المستشفيات أو المراكز الصحية القريبة لكن حيان وصل متوفي رحمة الله عليه حيان طبعا حسب تقرير الطب الشرعي تبين أنه تم إطلاق النار عليه من مسافة تقريبا 20 إلى 25 متر وطلقاتها كانت فيه ظهر يعني اللي قتلوا غدر وتبين من خلال تقرير الطب الشرعي أنه والطلقات هذه جاية من منطقة مرتفعة شوي يعني اللي قاتلوا ماهو في مستوى ماشي جاي من الخلف إنما كان موجود على أسطح أحد المنازل اللي كان مار فيها حيان ويبدأ رجال الأمن التحقيق فيها القضية قضية مقتل حيان المسكين وبدأوا يستجوبون هالسكان وشنه اللي صار وشنه اللي جار وعرف رجال الأمن أنه الرجال قابوا قاتل زوجته وصار له فترة من الزم أن طالع من السجن والمشتبه الأول فيه هو أبو سارة ألقوا القبض على أبو سارة وعلى أم سارة وجابوهم للتحقيق أبو سارة وأم سارة قدروا يثبتون أنه هذاك اليوم أم سارة كانت نايمة وأبو سارة كان موجود عند أحد سكان هالقرية الوقت متأخر من الليل كانوا يلعبون ورق أو الشدة لعبة الشدة هذه وفعلا الشدو الأشخاص اللي كان موجود معاهم قالوا يا أمي إحنا سمعنا أطلاق النار وفزعنا ولقينا الرجال مقتول مثلنا مثل سكانها القرية لكن هذا القاتل نال جزاء وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين هذا قتل بنتنا ظلما وزورا وبحتانا وفي نهاية نال جزاء وأم سارة اتزغرت هذاك اليوم أنه حيانا قتل وأنه دم بنتها ما راح هدر المهم الرجال الأمن ما وصلوا إلى خيط منه اللي قتل حيان بعدها أصبح المشتفى سالم سالم اللي هو عشيق زوجته السابق وخلال البحث والتحقيق وصاروا يدققون في مكان إطلاق النار وقياس المسافات ومنزل سالم هذا بجانب منزل أهل سارة وعلى حسب قياس المسافات تبين أنه إطلاق النار هذا جاي إما من بيت أبو سارة أو بيت سالم أو يبحثون على سالم وسالم كان طوال هالفترة هذه يجي على بيته فقط بالليل وأيام يجي وأيام ما يجي خايف من أنه أقارب حيان ينتقمون وكذا المهم في يوم من الأيام ويلقون القبض على سالم تعال هنا يا سالم أكيد أنت اللي إطلقت النار على حيان من فوق سطع المنزل قدر سالم أنه يثبت وجوده هذاك اليوم أنه ما هو موجود في البيت وجاب شهود وفعلا هذاك اليوم سالم ما هو موجود في البيت قالهم يمكن أحد الأشخاص لوثار يكره حيان اللي سالف ما وطلع على سطح بيتي وارتكب الجريمة اللي أجل اللي يلزقها بظهري لكن يا جماعة أنا مالي فيها القضية لا من بعيد ولا من قريب المهم وهم فيها الأثناء وتجي أخت سارة أخت سارة هذه كان عمرها فيها ذاك الوقت مثل ما قلنا 18 إلى 19 سنة مخطوبة جديد وتجي عليهم على المغفر سلام عليكم وعليكم السلام قالت يا جماعة أنا اللي قتلت حيان شلون قتلت حيان وليش قتلت حيان وسالم موجود بين رجال الأمن موجودين قاعد يستجوبون وهو يدخلت عليهم قالت أنا قتلته وسالم قاعد يسمع السوالف هذه أنه هي اللي قتلت قالت له مثل منت وسمعني أنا رجال ما لعلاقة وأنا رجال بريء رجال الأمن في البداية ما صدقوا البنت قالوا لها طيب ما زال أنت القاتلة وين أدات الجريمة المسدس اللي تم إطلاق النار منه وتقوم البنت هذه أخت سارة تسحب المسدس وتصوى بالمسدس بين عيون سالم وتطلق النار عليه طلقة واحدة وهو بين رجال الأمن ووقع سالم ومات في مكانه كانت الطلقة قاتلة ويلقون القبض على أخت سارة سلمتهم الإصلاح بدون أي مقاومة وقالت الآن ارتاح قلبي قتلت اللي قتل أختي وقتلت هذا سالم اللي هو أساس الفتنة وأساس المشكلة المهم ويودعون البنت في السجن وسالم ارفعوا جثته إلى المستشفى سالم مات في مكانه والبنت بناء على هالجريمة اللي ارتكبتها قتلت شخصين تم تقديمها للمحاكمة وبعد عدة جلسات ومحاكمات احكموا على البنت في الحكم المبدئي بالإعدام شنقا لكن أهلها ما أعجبهم الحكم وحطوا محامي واستأنف المحامي الحكم وفي النهاية تم الحكم على أخت سارة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها عبر كثير نستفيدها من خلال تجارب الآخرين فيها الحياة وفيها الكثير من المواعظ اللي نستفيدها ونستخلصها في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر